صادق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس على جملة من مشاريع المراسيم والبيانات طالت عديد القطاعات الحكومية وتناولها المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة وخلال المؤتمر أكد وزير البترول والطاقة والمعادن الناطق باسم الحكومة أن رئيس الجمهورية أمر رؤساء المجالس الجهوية بالحضور الدائم في دوائرهم ومساعدة الساكنة في التسجيل بالإحصاء العام للسكان والمساكن والحفاظ على البيئة وإنجاح المدرسة الجمهورية اختار عن المجالس الجهوية أنه فاعل مؤسسي مهم في تنميتنا وهذا يدلع ليه أنه أجبر اللقاء على فخامة رئيس الجمهورية وعلنها فاعل مؤسسي أساسي نشيئ الاستحداث بهذا المؤسسي يطلب ياسم الوقت من أجل يعطيه نتيجته ويقوم بهمه بأنشع طريقة وعد القدر من الشغل في سنواته الخامسة الفايتين عاد عنده مقرات عاد عنده عاد أوبراصيوني عاد قادر على أنه ينتج وقطعهم جابروا مع فخامة رئيس الجمهورية وعطاهم توجيهات باهتمام بذلك ينقال له نجاح مشروع المدرسة الجمهورية طريق منهم تواجد بكثرة وكثرة من الوقت في دوائرهم الانتخابية والمستهامة الثعالة في محافظة على البيئة وكذا مساعدة المواطنين في هذه العملية المقيم بها قليل التسجيل وبدوره استعرض وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة البيانة المتعلقة بتنظيم النسخة الأولى من الأيام الوطنية للصناعة التقليدية الموريتانية وهذه الأيام الوطنية للصناعة التقليدية ترمي على وجه الخصوصي للاحتفاء بالصناعة التقليدية الموريتانية وتراثها الثقافي وتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية مع الشركاء الوطنيين والدوليين وترغية التشغيل وتحفيز التعاون الإقليمي وتؤيت الجمهور الموريتاني والجمهور المنطقة بأهمية الحفاظ على تقاليدنا الحرفية وتحديثها ونقلها إلى الأجيال القادمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي نيانج مامودو بيّن خلال عرضه للمرسوم الذي يلغي ويحل محل المرسوم السابق المتضمن للنظام الخاص بسرك المدرسين التكنولوجيين سيمكن من مواءمة نظام العاملين في مدرسة الصحة مع الوضعية الجديدة إذ بموجب المرسوم سيحصل أساتذة المدرسة على كافة الامتيازات التي يتقاضاها نغراؤهم في مؤسسات التعليم العالي ومن جانبها استعرارت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بياناً مشتركاً مع وزير الداخلية واللامركزية يتعلق بالأطفال فاقد السند العائلي مبرزةً ملامح المقاربة الموريتانية في هذا المجال المقاربة التي اقترحنا والحلول تعتبر مقاربة بلادنا المشهودة في معارجة هذه الظاهرة مهمة جداً من حيث تركيزها على ضمان تواجد الأطفال في الفضاءات الآمنة واعتمادها لمنهج الدمج الأسري لفاقد السند العائلي وكذلك الأطفال المقطعين على المدرسة وهذا ما قررته الحكومة في إطار خطة العمل التي تم التشاور عليها في اللجنة الوزارية المكلفة بالأطفال فاقد السند العائلي ذات المحاور الخمسة أولاً تحسين الإطار التنظيمي والقانوني ذانياً تعزيز قدرات الجهات الفاعلة ذالذاً الاتصال والتعبير الاجتماعية رابعاً محاربة التشغيل الأطفال خامساً التنسيق والمتابعة والتقييم وقد تضمنت ردود وزير البترول والمعادن والطاقة الناطق باسم الحكومة رده على سؤال حول رخص المناجم التي لم تستغل من 2009 السجل الوطني للمعادن تم إقلاقه بصيفة موقعة وتم معطى الرخص بصيفة عامة طريقة ما هي تتناسب مع معايير السجل المعدني المعترف بها دولياً فهذا أدى أن ياسر من الطلبات داخل السجل المعدني سواء طلبات للدراسات أو طلبات الاستقلال تم موقفين ذلك المرحلة بدون يعطاهم الحق إما يتابعوا دراستهم وإما يصدروا شواء الاستقلال وفي هذا الإطار هو والذي ألزم من فخامة رئيس الجمهورية وزارة الطاقة والمعادن والنفط على النسج المعدني يتم تنقيه ويتم استقلاله استقلاله بطريقة شفافة بطريقة عادلة وبخصوص شركات الاتصال وتعاطي الحكومة معها رد الناتق باسم الحكومة نخطينا نقول عن قطاع الاتصال قطاع في المنافسة بصفة مفتوح منافسة منافسة مجورة منها مسلتين إلى ثلاثة مجورة منها تحسين الجودة وتخفيض السعر هذه تقعد منافسة منعوبة بدور واضح وشفاف الحمد لله عندنا ثلث شرايك ولانا اللي حقو أربع ملايين شوي ثلث شرايك وبالتالي منافسة مهمة وأساسية وتقل تخليق اللي ينقعد فيما تياها دفاتر التزامات ينطبقوا على كافة المشاقلين وفن مشاقل وسلطة ضبط اللي هي السلطة سلطة التنظيم اللي متباركة شارفة على التطبيق ها ودفاتر الاتزامات سواء الاتزامات فيما يخص التقطية أو فيما يخص جودة المكالمات ترجمة نانسي قنقر